التغذية عند المرأة الحاملة يجب أن تكون متوازنة. ما هي متوازنة؟ وهي فطور يعني كتعرف بأن المرأة كتكون مهداء من خيفات السكار وهي شيء طبيعي وليس غير المرأة الحاملة أي واحد يكون مهدد يعني ليبوغليسامي لنخيفات السكار ونخيفات السكار يكون عندها عواقب على الجيني بطبيعة الحال وبالتالي خاص يعني في الفطور يكون سكريات ولكن هذه السكاريات لا تريد أن تغلق بزيار في الفطور لا تريد أن نتاقم بلقي النهار الذي يكون صايمين ومع مروا الكرش خاصة الفطور يكون خفيف لا تكون حريرات تكون نسوب ويكون سكريات سكريات بطيئة سكريات سريعة لأن هذه السكريات سريعة تقوم بمباشرة على العلان سنين ومن ثم يقوم بمشاكل إذن خاصة الفطور يكون خفيف هذه النقطة مهمة جدا بلما نكمله بالحلوة الشبكية ونسمان إلى خير هذا زيت لأنها تكون خفيفة لأنها تكون يعني هيكون شوية البروتيين يكون البيض يكون الحوت وهو مهم ويعني بلما يكون هناك يعني يعني تغذية لتكون يعني غنية من السكريات وأخيراً والأهم حاجة عند المرأة الحامل وهو الصحور الصحور لا بد منه لماذا لا بد منه لأن هذا الصحور يمكنها لأنها تكون هذه الخيزان والخيزانة من الطاقة الضرورية لها وهذه الطاقة الضرورية لأنها تكون سكريات البطيئة مثلا القطنية مهمة جدا في اللوبيا والعدس القطنية مهمة في الصحور وكذلك اللحم والبروتين لا بد منه لأنها تكون مهمة جدا والنقطة الأساسية كذلك عند المرأة الحامل وهو أكبر عداد ديال السوائل يعني لو صرفها تشرب حتى الجوش ثلاثة أربعة يتروف النهار هذا يعني تكون خير لها لأنك يبقى لك الدات يعني ما تنشفش وبالتالي كي يمكن تدوز النهار في حسن الظروف